طريقة كتير سهلة لنعمل آيس كريم الشوكولة بمكوينان بس والحلو أنه ما حنستخدم كرامة أبداً حتى ما حنضيف سكر عليها آيس كريم كتير لذيذة وكتير سهلة بنصحكم هلأ تقوموا وتجربوا السلام عليكم معكم سارة في المطبخ بيلزم لنا أربع موزات حجم وسط أهم شيء أنه لازم يكونوا كتير مستويين بيطلع وزنوا نص كيلو في حال أنتوا عندكم أحجام تانية للموز منقطعهم بهيدا الشكل ومنحطهم بصحن مع بعضهم ومثل ما قالنا الموز لازم يكون كتير مستوي لأنه كل ما استوى أكتر كل ما بيعطينا حلاوة طيبة فمنصير ما بنحتاج لأي سكر هلأ بدنا نفوت هيدا الصحن على الفريزر لمدة 30 دقيقة أو حتى نحس أنه القطع تجمدت بالكامل وهيك بعد ما تجمدوا عندي لازم يكونوا مجمدين بهيدا الشكل ممكن تحتاجوا وقت أكتر يعني حتى ساعة كاملة بالفريزر لازم نوصل لهيدا القوام منحط الموز المجمد بمحضرة الطعام وفي حال كمان أنتوا عندكم الموز مجمد بالفريزر جاهز بتستخدموا نفس الشي بالوصفة منضيفة عليهم هلأ ملع أكبيرة من الكاكاو البودرة غير المحلة نخفقهم سوا على أقوى سرعة حتى نحصل على قوام كريمي ومتماسك مثل الآيس كريم أول الشي بيبينوا علينا أنهم هيك منفتحها عليهم نخلطهم شوي ونرجع منكمل خفق وقت الخفق بيعتمد على قوة محضرة الطعام اللي عندكم مهم نحن نحصل على القوام الكريمي اللي بدنا يا من دون ما نشد أكتر حتى ما تطلع عنا دايبة لأنه الموز مجمت فضغري بتطلع عنا جامدة وبقوام الآيس كريم مجاهزة للتقديم كتير قوامة حلو وكتير لذيذة فيكن تقدموها مباشرة فيكن تحطوها بالفريزر وتقدموها بعدين بس أهم الشي تعزلوا عنا الهواء حتى ما يفت لتلج وبس تتفرزوها قوامة بيصير قاصية أكتر فبعدين بس بتكون تقدموها بتتركوها شوي بحارة الغرفة حتى تصير قطرة وبتصير بتتقدم وهيك بس بمكوينان عملنا أطيب آيس كريم شوكولة بس بالموز وبالكاكاو نكهة كتير لذيذة آيس كريم صحية من دون سكر ومن دون كريمة كتير بنصحكم تجربوها وأكيد أنتو كمية الكاكاو اللي عبالكم تضيفوها على البوزة بتكون حسب الرغبة فيكن تضيفوها أقل أو فيكن تضيفوها أكتر على التزوق بتحطو الكمية اللي بتحبوها وكرمة لنكهة الموز أكيد هي بده تكون شوي ظاهرة بس أبدا منها طاغية وكتير لذيذة وتعتمد على أنتو قداش حاطين كاكاو جوها الآيس كريم كتير نكهة لذيذة وطيبة بنصحكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها هيكم نكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم صحتان وهنا